يودع اليمنيون 2017 تبخر الحلول السياسية وتعرض المبعوث الأممي لمحاولة اغتيال تأسس مجلسا انتقاليا جنوبي وطي صفحة صالح وشتات المؤتمر من بعده وتقارب بين الإصلاح وأبوظبي عام مليء بالأحداث ومشهد سياسي بات أكثر تعقيدا الإخفاق الدولي تجاه الأزمة في اليمن كان سيد الموقف خصوصا عقب فشل المبعوث الأممي اسماعي الولد الشيخ أحمد رغم الجولات لانتشال المشاورات المتعثرة تأكيدات متابعين أن محاولة اغتيال المبعوث الأممي بصنعاء جاءت بمثابة تحذير أن الرجل لم يعد مرغبا به ووجد الرجل نفسه غير قادرا على أداء مهامه في عدن العاصمة السياسية المؤقتة وفي ما يمنى العام المنصرم أعلن المحافظ المقال عيدروس زبيدي عن تشكيل مجلسا انتقاليا جنوبي جاء ذلك بعد قرار إقالته وزير الدولة هاني بن بوريك وإحالة الأخير للتحقيق خلال العام توسع نشاط الحراك المدعوم إماراتيا وطافت قياداته عددا من المحافظة الجنوبية مبشرة به ككيان يمثل الجنوبيين قبل أن يعلن عن تأسيس جمعية وطنية تشريعية تتألف من 303 أعضاء في صنعاء يستمر الحوثيون بتضييقهم على المدنيين أبرى قرارات اقتصادية منها رفع أسعار الوقود والضرائب وتعييناتهم جرفت ما تبقى من مؤسسات الدولة مضى الحوثيون بتضييق الخناق على شركهم في الانقلاب والاعتداء على كواديره وممثله في الحكومة وحزب المؤتمر وصل الخلاف بين الانقلابين إلى النقطة الحرجة وانتهى التحالف يتخلص الحوثيين من حليفهم صالح لم يكن مقتل علي صالح حدثا بارزا على المستوى العام بفحص بل على مستوى تاريخ اليمن برمته انفرد الحوثيين بالسيطرة على صنعاء وبقية المحافظات المجاورية لها ولاحقوا كل قيادات المؤتمر وتم تصفية العديد منهم والزج بآخرين في السجون وكما يبدو أن الإمارات فشلت في تهيئة أحمد علي ليقود المؤتمر من بعده وبات المؤتمر يعاني حالة التشضن وانقسام حاد بين قياداته حزب الإصلاح الذي تعرض لحملة تنكيل كبيرة داخليا وخارجيا ختم عامه بلقائن بقيادات الرياض أبوظبي شكل هذا عودة لحزب الإصلاح إلى صدارة المشهد السياسي عام شهد فيه البلد غيابا كليا للرئيس هادي من الأراضي اليمنية وسط أنباء عن وضعه تحت الإقامة الجبرية من قبل الرياض فيما سجلت الشرعية حضورها الأبرز خلال العام في تعز عبر زيارة نائب رئيس الوزراء للمدينة شهد العام 2017 تصنيف كيانين واحدة عشرة شخصية داعمة للإرهاب تطورات الأحداث السياسية لا تمضي بمعزلا عن الواقع العسكري والإنساني في بلد يشهد حربا منذ ثلاث سنوات وأزمة إنسانية هي الأقصى في حياة المدنيين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر